اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاي من المدينة الحرة يحكي قصة موظف بنك يكتشف انه شخصية ثانوية في لعبة عالم مفتوح عنيفة يصل لوعيه ويخرج عن برمجته ويتحول من لعب ملذل معلم يساعد مطورين شباب لانقاذ عالم اللعبة وإيقاف صاحب الشركة اللي سرق شغلهم انتاج 20th Century Fox التابعة لديزني اخراج شون ليفي وكتابة مات لابرمن وزاك بين الكاتب اللي ساهم قبل كده في تحويل فيلم سبيل بيرغ ريدي بلاير ون من كتاب الى نص فيلم بطولة راين رينولدز جودي كومر وتاي كاواي تيتي في دور الشر صدر في أوغست 2021 بتصنيف PG-13 ومتوفر في كل صالات السينما حول العالم مليان اكشن كوميدي وبوب كولتشر ريفرنسيز بالهبل صح لو انت منت قيمر او عاشق افلام هتفقد كثير من الرفرنسيز والتفاصيل الصغيرة ولكنك ستظل تستفيد من ثيم مهما عرض بشكل ممتع جدا ومبهر بصريا وهذا اللي ححرقه في هذه المراجعة فلو ما شفت الفيلم لا تكملها ولاتس جو عالم يشبه عوالم افلام زي ريدي بلاير 1 او ريكت رالف وفي عناصر ايضا من افلام رهيبة زي The Truman Show او الموسم الثالث من مسلسل ويستورد واللعبة اللي داخل الفيلم تم تصميمها بطريقة تشبه كثير العاب زي GTA او Overwatch ونعيش فيه القصة من وجهة نظره الشخصية الغير بشرية نتاج الذكاء الاصطناعي اللي يصل لوعيه ويخرج عن برمجته دايما احب فلام البوكس اوفيس اللي تشبعني كوميدي واكشن وتسلية ورفرنسيز بس تحافظ في الكور او الاساس على فكرة او ثيم مهم يبعث على التفكر حرية الاختيار الوصول للوعي استخدام النظارة والحوار الرهيب اللي قام بين غاي وصاحبه كلها عوامل زادت من القيمة الفنية للفيلم اما صراع الملكية الفكرية اللي كان يصير في العالم الحقيقي فهي حبكة اعتيادية لكن متماسكة شالت التسلية والتغذية البصرية فوقها بشكل جيد يمكن كان فيها شوية ثغرات واعتماد اكبر على كاريزما رايان رينولدز الصورة المبهجة الريفرنسيز والكيميوز الفعالة الى انه بشكل عام اشتغلت معايا وخلتني اكمل الفيلم متشوق للنهاية رايان رينولدز لسه يسليني لسه يشتغل معايا صح انه تقريبا بيسوي نفس الشخصية في كل افلامه ولكنه ما زال ممتع جودي كومر على الصعيد الاخر كانت مبهرة انصدمت لما عرفت انه هي نفسها عملت شخصيتها الحقيقية وشخصيتها جوة اللعبة قوية جدا تايكا واي تيتي احبه جدا على المستوى الشخصي كمخرج وكممثل وهنا الصراحة فيه نكت طلعت منه فجرتني ضحك بس فيه اشياء ثانية ما سوت معايا ولا شيء ما صبطت معايا واخيرا للريل حاوري وجو كيري اللي عملوا شخصيات بادي صاحب قاي وكيز حبيب البنت جيدين عملوا المطلوب منهم بس احس كان ممكن يكون افضل خصوصا على مستوى الكتاب الصورة كانت مليانة الوان مبهجة للعين تكنيكس وكمبيزيشنز كانت رهيبة الاديتينج سريع وموزون الفيجو والفكتس يا رجل حدث ولا حرج عالم اللعبة كان مليان تفاصيل رهيبة يعني تقدر تشوف فريقاي مرتين ثلاثة اربع مرات وفي كل مرة حتكتشف تفصيل رهيب جاي من لعبة او رفرنس من فيلم ما من عوالم الالعاب حتلاحظ مركبة من لعبة هيلو او رقصة من لعبة فورتنايت ومن عوالم الافلام طبعا اكيد لاحظت اللايت سيبر من ستار وورز او كابتن امريكا ودرعه من مارفل يونيفرس في رفرنسز وكيميوز بالهبل في الفيلم هذا معظمها فعال وتم توظيفه بعنالي كونسبت ذكي تم طرح في حبكة منعشة بقصة رهيبة وبرودكشن ديزاين مبهر وفيجوال افكتس فعالة جدا اللي ما شاف فريقاي يا اصدقائي روح يشوفه في السينما وما حيندم واللي شافه ممكن يروح يشوفه مرة ثانية ويكتشف تفاصيل ورفرنسز وكيميوز جديدة في كل مرة بس انتبه لا يضحكوا عليك وتروح تشوفه ثري دي ولا فور دي انا تنيلت على عيني وانضحك علي وروحت هنا امريكانا بلازا في القاهرة وقال لي مفيش غير فور دي سكرينينج يا وقلت له يلا هاتوا ادخل وياريتني ما دخلتش الكراسي تقعد تتحرك وملاهي وفلاشات وما هبل عمري ما استمتعت في تجربة فور دي في فيلم طويل يعني حسة حقة ملاهي ورولر كوسترز ما هي تجربة مشاهدة افلام بس بشكل عام الفيلم خرجني متسلي ومبسوط فاعطيته تقييم من فيلم ريو عادل ثمانية من عشرة قل لي انت ايش رأيك في فريقاي تحت في التعليقات ايش فيه ريفرنسز لمسة قلبك ويش فيه افلام ثانية هذه السنة تستحق انه احنا نراجعها سبسكرايب حيسهل تواصلنا يا اصدقاء لايك لو اعجبكم الفيديو ودائما كونوا في المرس لا تفوتكم مقابلتي مع محمد قرعاوي على قناة خام على يوتيوب حترك لكم رابطها تحت في خانة الوصف تكلمت فيها عن براء التمثيل في المرشمس المعارف ومشاريع القادمة اتمنى تستمتعوا فيها سلام